بص انا اتصور ان المواجهة دي هتبقى مواجهة قوية جدا بين الاهلي والزمالك واقف بس عند كم حاجة اول حاجة ودي حقيقة مطلقة ان المواجهة بين الاهلي والزمالك الزمالك والاهلي مستحيل فيها التوقعات مستحيل يا ما الاهلي كان افضل الزمالك كسب يا ما الزمالك كان افضل الاهلي كسب مفاش توقعات ده واحد اتنين الاتنين مدربين اللي موجودين دلوقتي اتنين مدربين حلوين اوش سواء مارسل كولر او جوزي جوميز يتفوق مارسل كولر بالخبرات اكتر من جوزي جوميز يتفوق مارسل كولر انه بقاله فترة مع النادي الاهلي جوزي جوميز اربع مباراة يعني مع نادي الزمالك ممكن دي تدي افضلية للمارسل كولر ومن ناحية تانية تدي دفع اكبر لجوزي جوميز انه في بداية مشواره مع نادي الزمالك يعرف ياخد بطولة بسرعة فتثبت اقدامه مع الفريق طيب على مستوى اللاعبين الاهل بطبيعة الحال اكثر استقرارا اكثر عمكان في التشكيل ولكن لعب نادي الزمالك ومع بعض الصفقات الجديدة لديهم طموح كبير جدا جدا ان هما يحققوا بطولة برضو بشكل مبكر فالمواجهة بايجابيات هنا وايجابيات هنا ايضا والسلبيات اللي انت شايفة هنا ممكن تبقى ايجابيات هنا والسلبيات اللي انت شايفة هنا ممكن تبقى ايجابيات هنا في كل الاحوال اتمنى من الجميع ونفسي ده يحصل في يوم الايام ان احنا نتعامل مع هذه المباراة اللي هي مباراة كمة كمة الكرة المصرية والعربية والافريقية انها مباراة يعني ايه مباراة اي نعم بطولة المرة دي ده نهاية كاس بس أنا دايماً بعد مباراة الأهلي والزمالك بحس بالأكشن يعني إيه الأكشن الزمالك يدرس راحي المدربة الأهلي مش مبسوط من المدرب ده حسين الشحات مش عارف ما بقاش يلعب كويس ده عبدالله السعيد لها ما كانش صفقة جيدة للزمالك ده كبير ده مش عارف تلاقي إيه أنا بقولك بسبق ليه بالكلمتين دول علشان دي مباراة يا جماعة ديالما دي لما بيكسب برشلونة برشلونة ما بيتهدش برشلونة ما بيكسب بريال مدريد ريال مدريد ما بيتهدش وقع كزا مش رسلونة يتغلب من برح من الساتي عادي ميلان يتغلب من إنتر عادي والعكس الصحية كله يعني فالأمور دي لابد إن إحنا يبقى عندنا بقى إيه ثقافة قروية حقيقية مش اللي هو كلام على ورق يعني إحنا كلنا دلوقتي بيقى نفرج على كرة قدم علامية ده مال ما كانش مطفر لنا قوي إن إحنا نفرج على مباراة علامية كتير ونشوف الأحداث واللي بيحصلوا يا ووا لكن دلوقتي بنقض نفرج على العالم ونقول يا لو بينا زيهم حلو وإحنا كمان في أفكارنا مهم إن إحنا نبقى زيهم وتقبلنا لفكرة الهزيمة